الحركة الشابية شبال جناها الهلو وتجمع المهنيين السودانيين يوقعان على إعلان سياسي يتكون من 17 بندن أبرزها الاعتراف بالتنوع والتعدد بين المكونات السودانية وألمانية الدولة إعلان يهدف العمل سياسي المشترك في المرحلة المقبلة نقل ملف التفاوض من المجلس السيادي للحكومة المدنية الانتقالية هي مطالب دفعت بها الحركة الشابية أبر إعلانها السياسي مع تجمع المهنيين مطالب تتماشى مع المعدة 16 الفقر 2 من الوثيقة الدستورية بحسب ما قاله مسؤول الحركة لماذا لا يكون الحكومة المدنية هي التي تسعى لتحقيق السلام حسب المادة 16 الفقر 2 من الوثيقة الدستورية تعطي الحق لمجلس الوزراء أن يعمل على إيقاف الحرب وبناء السلام مراقبون يرون أن الخلافات السياسية والإدارية التي لحقت بقوى الحرية والتغيير مؤخرة إضافة إلى التراجع في تحقيق شعارات الثورة السودانية هي ما دفعت بتجمع المهنيين إلى التحالف مع الخركات الشعبية أبر الإعلان السياسي الذي وقع اليوم نحن نشهد التراجعات كبيرة جدا في الآداء بتاع الثورة لم نستطع أن ننجز السلام لم نستطع أن نلغي القوانين المقيدة للحريات عشان نأمن للشعب كل الشعب الحرية بتاعته بلا حدود إذن الحركة الشعبية من مسارها العسكري إلى مسار سياسي تبحث من خلاله عن تحالفات قد تقودها إلى السلام المفقود تحالفات بارتكولات سياسية وقعتها الحركة الشعبية شمال ما قوى سياسية سودانية في مسأل لتكوين جبحة سياسية عريضة تخاطب متطلبات المرحلة مرحلة لا تزال تواجه الكثير من التحديات والمعوقات بيور شيرلو العربية جبا